اتريد ان تستعذب الآلام وتكون الدنيا كلها جميلة ارأيتم الدمع يفيض من العين وصاحب العين الدامعة قلبه في الجنة اتفيض المدامع والقلب في جنة نعم الاصل في البكاء ان يبكي الانسان حزن يبكي ألم يبكي فراق يبكي لكن الحب اذا دخل القلب حب الله حب الله ولذلك الله يحبك اذا احببته وسنذكر الآن بعضا من موقفاتنا حب الله اذا دخل في القلب فاضت العين عبره ومن حب الله لتلك العين ان العين التي تفيض عبرة من خشيته لا ترى اودية النار ولا ترى سعير النار عيناني لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله والله ما بكت خشية الا لانها تعرفه وتحبه وتستطيع ان تقول ان الانسان لا يحب الله لانه لا يعرف الله تلقى يتكلم لغات ومثقف ودكتوراه وماجستير ومخر الجامعة ويقرأ بلغات ويسافر ويروح وعلمه جهلا ما يضر علما ما ينفع جهل لانه ما عرف الله والله لو عرف العبد ربه لا أحبه يا أخي لو يقرضك إنسان وأنت في كربه لطوق رقبتك مدى العمر بمعروفة ولا لا لو يوصلك من مكان إلى مكان طوقك بالمعروف لو يكفلك في سجن ويقول كفالة حضور غرم يكفلك يملكك بمعروف يا أخي الحياة اللي أنت الآن تدب في جوانبك من نعمته وحده بل وفضل خلقه عليك من فضله والله لو ما أعطاك ما يعطونك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الحب معناه نحن نحب الآباء والأمهات ونحب ولكن لا يذوق طعلم الإيمان ذوقا حقيقيا إلا من أحب الله أكثر من ما سواه وأحب محمدا عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام